المهدي المنتظر وهل هو موجود ولا لأ وأين هو ومتى يظهر وهكذا وفي الحقيقة أن الكلام عن المهدي المنتظر موجود من زمان يعني موجود من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والفترة اللي بعده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا كل الناس بتحلم إمتى يظهر المهدي المنتظر الذي سيقلب الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا وظلما أحيانا في ناس بتبالغ قوي في قصة المهدي وقصة أنه هو المخلص وأنه هو حياته للدنيا كلها وهكذا وبالتالي هم يعني بيرموا أو بيسيبوا مشاكلهم اللي هم عايشينها حاليا وطريقة حلها المعروفة تمام وينتظروا بس المهدي يظهر عشان يحل لهم مشاكلهم والحقيقة أن الحكاية دي حاجة خطيرة جدا حقيقة كون أنه منتظر فمعناها أن الناس منتظرها فده شيء طيب لكن هل يجب أن احنا ننتظره ولا نفعل شيئا في الحقيقة أنا فكرت يعني مع نفسي كده وقلت مثلا أيام المغول تمام وإحنا ذكرنا قطز أكتر من مرة وذكرنا قصته مع المغول إلى غير زالي أيام المغول طبعا كان الكرب شديد وكان الإسلام في خطر شديد جدا وكذا الإسلام يعني أن ينتهي لكن أرادة الله سبحانه وتعالى وفقت قطز ومن معه لمواجهة المغول ويقافه في عين جلوت فلو كان قطز فكر في أنه لا خلاص دي آخر الزمان وإن المغول دول مثلا ممكن يكونوا يأجوج ومأجوج وفي ناس فعلا كانوا في العصر ده فكرينهم كده وإن خلاص إن العالم يعني سينتهي وإن القيامة ستقوم وبالتالي المهدي سيظهر وبالتالي أنا سأهزم لأن مش أنا المهدي فبالتالي أنا مش هقدر أواجههم إلى غير زلك يعني وإن سيدنا عيسى ما نزلشي وإن أجوج ومأجوج سيدنا عيسى هو اللي حيقدر يتسطلهم وبالتالي أنا لا داعي من مواجهة المغول وكان اكتفى بذلك كان زمان الإسلام انتهى أو يعني نكل بمسلمي مصر كما نكل بغيرهم من قبلهم وكان الإسلام هيبقى في خطر شديد جدا يعني القاعدة اللي احنا بحبين نقصالها قبل من نتكلم في موضوع المهدي هو إنك انت انتظارك للمهدي هو انتظار ترقب يعني تمام؟ أو انتظار نقدر نقول أو إن هو انتظار شوق هل أنا هشوفه في حياتي؟ هل هيظهر وانا موجود؟ هل سأكون أحد مؤيديه؟ هل هل هل؟ يعني بس حاجة كده من باب التشويق يعني تمام؟ والجزء التاني تمام؟ إنك انت طبعا تكون مستعد إذا ظهر فعلا وتأكدت فعلا إنه المهدي إنك تنصره تمام؟ وإنك تكون في فريق الحق وليس في فريق البطل لكن غير ذلك في الحقيقة إن مبالغة في ترقبه ومتابعة الأحداث وتربية الأحداث وبعض وأصل حصل كذا وأصل علامات كذا ظهرت وعلامات كذا لم تظهر تمام؟ وإن مش عارف إيه وإيه حيظهر قبل إيه وأصل الشخصية الفلانية ظهرت لعله يكون الشخص الفلاني اللي بتكلم عنه في اخر الزمان يبقى المهدي سيظهر المهدي موجود ما بيننا المهدي ما عارف شنوه كلام ده الحقيقة يعني بيضيع كتير جدا من مجهود الناس وتقتهم اللي احنا قلنا قبل كده إنه هو مفروض يفرغوها في حل مشاكلهم الحالية اللي بيعانوا منها ولا حلها زي ما احنا قلنا معروف خلاص لكن هما يعني مستدقلين الحل ومتخيلين إن ظهور المهدي هو الحل والحقيقة طبعا ده شيء غلط جدا لأن حتى لو ظهر المهدي في المهدي ده سيواجه يعني أشياء رهيبة جدا وخطيرة جدا وإحنا عارفين وحن نحكي عنها وبالتالي حضرتك المفروض إنه هو لو ظهر تكون من مؤيدي فهل إنت مش قادر تنصر الحق وإنت عايش هوا وموجود والأمور نقدر نقول أسهل تمام فما بقى لك بقى لو ظهر المهدي في فترته هتكون يعني الفتن فضيعة جدا والناس كلها محترى ما بين الحق والباطل والناس كلها أصلا محترى اللي ظهر ده المهدي ولا مش المهدي وحيبقى فيه خلاف شديد جدا وهيبقى فيه فتنة عظيمة جدا إنه هتبقى فيه حروق يعني كسحة جدا تمام آآ والمطلوب إنك انت تقف معاه عشان يقدر ينتصر تمام آآ وإيه اللي حتكون خاين يعني لو انت هو ظهر وانت عرفت إنه هو المهدي وما نصرتوش وانتظرت إنه هو اللي ينصرك فبالتالي انت حضرتك كده بترتكب جرم عظيم جدا في حق الإسلام وفي حق نفسك وفي حق أهلك تمام آآ فأنت هو في الدنيا تمام هو بتواجه مصاعب وعارف حلها تمام لكن مستدقى للحل اللي هو اصلا مشاكل بسيطة جدا مشاكل شخصية في الاغلب او مشاكل وطنية قومية بسيطة فما قالك بقى بمشاكل امة عظيمة كبيرة زي المسلمين من شرق الارض اللي هي مغاربها انت منتظر ان هو يظهر وانك انت هتنصره وانك انت هتعمل وهتهد الدنيا في حين انك انت في الحقيقة غير ذلك انت بتتمنى ان هو يظهر عشان يحل لك انت مشاكلك انت آآ الشخصية طبعا المعلومات عن المهدي معروفة تمام المعلومات الاجيدة يعني معروفة آآ ان اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه قلد على اسم قلد الرسول صلى الله عليه وسلم وان هو من ناس للرسول صلى الله عليه وسلم وانه مش هيكون عارف ان هو المهدي ولا اي شيء وانه هيظهر في وقت فيه فتن عظيمة جدا آآ ما كان ظهره غالبا في الجزيرة العربية تمام لانه سيبايع في مكة يعني. تمام فهلا هو من موليد مكة ولا لقى الله عنه. وبالتالي آآ هتكون في فتنة وحروب وانقسام بين الامة وصراع على الملك الى غير ذلك. وهو سيظهر والناس ستعتصم به او هتعرفه بشيك بشكل ما او هتستبشر فيه خير وهتحول ان هي توليه آآ على مكة عشان يحمي المقدسات في ظل هذه الحروب والطاحنة. تمام فهيرفض وهيهرب منهم الى غير ذلك. وفي النهاية آآ سيقبل وبعد ما يقبل حيحارب حيحارب من الناس اللي موجودين في زمانه. لانه طبعا باعتبره انه هينفسهم بينفسهم على الحكم يعني. او هكذا يرونه يعني. تمام وفي النهاية طبعا هينتصر عليهم وبعد كده هيواجه الصليبيين في حرب غالبا هتكون حرب عالمية لانها تسمى المرحمة الكبرى. آآ هتدور على ارض الشام. وحينتصر ان شاء الله عليهم وبعد كده هتفتح له اوروبا. آآ حتى ان هو سيفتح روما. وبعد ما يفتح روما سيصرق الشريطان صرخة آآ الثانية. هو طبعا صرخ صرخة اولى يوم العقبة الكبرى. لما مسلمين بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في البيع على الكبرى. تمام? آآ باعت العقبة الكبرى. فهو ده في الوقت ده صرخ. تمام? لانه ده انتصار عظيم بالاسلام. وهزيمة قصية له يعني. فهيصرخ الصرخة التانية لما تفتح روما وتنتهي دينا المسيحية تقريبا. آآ او اخر معقل ليها في روما. تمام? وسيدخل العالم كله الى الاسلام. في الحالة دي سيصرخ الشيطان صرخة اخرى. آآ بعد ما يصرخ آآ سيزيع في الناس انه المسيخ الدجال ظهر. هيرجع المسلمين عشان يشوفوا اللي حاصل. مش هيلاقوا حاجة. هم راجعين تاني للروما. او في طريق طريق فتحتهم. سيظهر فعلا آآ المسيخ الدجال. وآآ هيحصل حرب طبعا او صراع ما بين المهدي والدجال. وهينزل سيدنا عيسى ينصر المهدي وسيدنا عيسى هيقتل الدجال. آآ بعد كده ما فيش احداث تاني او حديث تاني عن المهدي بعد حادثة آآ قتل سيدنا عيسى للدجال. وفي ناس قالت انه هيحكم من سبع الى تسع سنوات. تمام? آآ نزول سيدنا عيسى محنش عارفين هيظهر امتى بالزبط في زي السنوات. وبرضو مش عارفين مسيخ الدجال هيظهر امتى برضو في زي السنوات. آآ وبعد كده سيدنا عيسى هو اللي هيظهر في المشهد وغالباها هيكون هو الخليفة للمسلمين. وهيظهر بعد كده اللي يأجوج ومأجوج في اواخر عهد سيدنا عيسى. وهيحصره في جبل طور سيناء. وبعد كده هيدعو الله يعني مستجيرا آآ به. فربنا سبحانه وتعالى حيصعق يأجوج ومأجوجو دي جميعا تمام. آآ فيموتون موتة واحدة. ثم يبعث الله طيور كبيرة كبيرة الاجنحة. آآ تلتقط جثاثهم ويتمضى في الارض منها. بس وتنتهي القصة على ذلك لان في علامات اخرى ستظهر بعد ذلك. برضو مش عارفين سيدنا عيسى امتى هتوفاء الله الوفاة النهائية او الموت بعد كده. وده كل المعلومات المتاحة او متوفرة عن المهدي. تمام? في بقى معلومات تفصيلية كثيرة استنبتها الناس كتير من الاحاديث اللي هي معظمها احاديث ضعيفة. آآ لكن كنها احاديث ضعيفة ده ليس معناها انها احاديث منكرة او كاذبة. ممكن تكون صحيحة وممكن ما تكونش صحيحة. في النهاية احنا بنقصل نفس القاعدة يا جماعة. المهدي منتظر لانه آآ في ناس كتير بتنتظره. تمام? في ناس كتير بتترقب ظهوره. تمام? في ناس كتير ما بيننا عايشين متخيلين او متوقعين. بلاش نعم متخيلين. متوقعين انه يظهر في فترة خريبة جدا. تمام? وان الناس دي آآ او ان اعداء المهدي معروفين. تمام? اعداء المهدي هما الماسونية. والماسونية التي تبشر بظهور المسيح آآ الدجال او المسيح الدجال. وان هما منتظرين المسيح الدجال. واحنا قلنا في خاطرة سابقة في الماسونية ان زي ما هما بينتظروا المسيح الدجال احنا كمان مفروض نكون منتظرين المهدي. لكن انتظارنا للمهدي زي ما احنا قلنا آآ انتظار ترقب. انتظار شوق. انتظار تشويق. انتظار انتظار استعداد. لو ظهر هننصره ازاي يعني. لكن آآ ليس معناه ابدا احنا نسوف مشاكلنا. وان احنا ما نفكرش في حلها. انه انتظر ان المهدي يجي يحللنا مشاكلنا. المهدي لما يجي هكون عنده مشاكل كبرى في الامة. تمام? وانحنا المفروض نساعده في حل المشاكل ديا. وليس ان هو يجي يحللنا احنا مشاكلنا. آآ ارجو في نهاية الخطيرة ان شاء الله نتكون افادتكم ونلتقي باذن الله في خواتر اخرى. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.